بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطاني وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي قال فيه ربه وإنك لعلى خلق عظيم المشاهدون العزاء الأحباب الأكارم الله عز وجل يقول لنا في آية من أروع الآيات التي تتكلم عن التيسير والتخفيف في الشريعة الإسلامية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذه الآية العلماء يقولون إنها أصل من أصول الشريعة الإسلامية معنى كونها أصل من أصول الشريعة الإسلامية أنه ما من حكم من الأحكام الفقهية إلا ويدخل تحت هذه الآية الكريمة سواء في العبادات أو في المعاملات أو في الأحوال الشخصية كل عبادات الإسلام وكل معاملات الإسلام وكل أحكام الإسلام تندرج حول هذه الآية ولذلك نحت منها العلماء القاعدة الفقهية التي نعلمها جميعا ونعرفها جميعا المشقة تجلب التيسير هذه الآية الكريمة فيما ترويه السيدة عائشة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا اختار أيصرهما ما لم يكن إثما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في تفسير هذه الآية ويقول في الحديث الرائع الذي نعلمه جميعا ونحفظه جميعا إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا إن الدين يسر في كل أحكامه إن الدين يسر في كل أوامره إن الدين يسر في كل نواهيه ولو أن إنسانا فعل ما يريد أن يغالب به الدين ويريد أن يشدد به على نفسه فإن الدين يغلب في النهاية ولذلك يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نسدده فإن لم نستطع أن نسدد نقارب على التزديد إلى أن نصل إلى درجة الكمال ويبشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في التزديد أو المقاربة أبشروا برحمة الله عز وجل هذا المنهج في التيسير وعدم التجديد هو ما فهمه الصحابة من آيات القرآن الكريم ومن أحاديث سدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سدن عمر بن العاص كان في سفر من الأصفار فرأى ما يراه النائم في نومه احتلم في ليلة باردة وهو على سفر يقول سيدنا عمر فخشيت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت وصليت بأصحاب الصبح ذكروا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهبوا إلى المدينة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أصليت بأصحابك وأنت جنب يقول سيدنا عمر ويخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت منه ما منعني من ذلك وقال يا رسول الله إني قرأت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل شيئا إمعانا في فهم أن الدين يسر وأن كل أحكام الدين مبنية على التيسير وليست على التعسير إذا انتقلنا إلى الأمثلة وإذا انتقلنا إلى ما فيه تيسيرا على الناس في أحكام الدين في كل جانب من جوانب هذا الدين فإن الله عز وجل إذا أراد العبد أن يصلي لله عز وجل فإنه يتوضى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إن لم يستطع الإنسان أن يستعمل الماء أو كان به مرض والماء يزيد في مرضه فإنه ينتقل من الوضوء إلى التيمم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الانتقال من الوضوء إلى التيمم هو رخصة وتيسير من الله عز وجل في هذا المعلم من معالم الدين الله عز وجل أيضا وهو يقول لنا في معالم تيسير هذا الدين أن الإنسان إذا انتقل من مكانه الذي هو مقيم فيه إلى مكان آخر وكانت المسافة مسافة قصر فإن الله عز وجل أباح له أن يترخص برخص الصفر فأباح له أن يفتر في رمضان ويقصر الصلاة ويجمع بين الصلاتين سواء جمع تأخير أو جمع تقديم هذه الأحكام الكريمة ترسم لنا لوحة كبيرة عنوانها أن هذا الدين مبني على التيسير وليس مبنيا على التعسير نسأل الله عز وجل أن يوسر لنا أمورنا وأن يفهمنا في ديننا فهما صحيحا يرضيه عنا إلى أن ألقاكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته